السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخصائية التربوية والنفسية فلسطين اسبتان موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن موضوع كتير مهم وموضوع يعانوا منه الأهالي والمدرسين وهو مشكلة البطو في الكتابة والخط السيء بالبداية هدول المشكلتين بيعتبروا من أكثر المشاكل انتشارا بين الطلاب وخصوصا طلاب المرحلة الأساسية وطبعا راح نرجع ونذكركوا أنه ما فيه أي مشكلة بتظهر من دون ما يكون لها أسباب والأسباب كالتالي عنا أسباب لها علاقة بمشكلة البطو في الكتابة وأول سبب هو نقل الكلمة حرفا حرفا فطبيعي هذا راح يحتاج وقت أطول لكتابة الكلمة وخصوصا عنا بعض الطلاب ما بيقدروا يخزنوا الكلمة إفعائلهم من دون ما يتمكنوا من كتابتها وثاني سبب هو اللاعب وله أثناء الكتابة فبعض من الطلاب بلعبوا أبلهوا أثناء الكتابة فأكيد راح يتأخروا في الكتابة وعننا أيضا سبب ثالث وهو الفن الزائد في الكتابة فبعض من الطلبة بيحاولوا إنهم يرسموا الحروف والكلمات بشكل فني وجميل فطبيعي هذا راح ياخد وقت أطول من الخط العادي لبتظهر هاي المشكلة ثانيا عنا أسباب إلها علاقة بالخط السيء وهي كالتالي النظر إلى الصبورة أو الكتاب أثناء نقل الكلمة يعني بعد الطلاب بتكون إيده على الدفتر وعينه على الصبورة أو الكتاب فبالتالي راح يكون خطه سيء ولحل هاي المشكلة ما علينا غير ندرب الطالب على نقل وكتابة حروف معينة ومن ثم مقاطع أو كلمات تتكون من حرفين فقط وبعد هيك امني تدرج إلى كلمات تتكون من ثلاثة أحرف أو أكثر وخلال فترة التدريب لازم الأم تركز على كتابة الحرف بشكل صحيح ثم المقطع ثم الكلمة مع الانتباه وتدريب الطفل على حفظ الكلمة وكتابتها دون النظر عدة مرات وبهيك بنكون غرسنا الثقة في نفس الطالب وبهيك بيكون الطالب يعتمد على ذاكرته بحيث ما يحتاج أنه يسلط نظره على الصبورة خلال ما بينقل ما هو مطلوب منه ولازم تعرفوا أنه مش كترة النسخ هي اللي بتحسين الخط لا لازم ننفيه إلى مسكة القلم السليمة وحركة الإيد باتجاه صحيح ثالثاً عندنا أسباب مشتركة بين مشكلة البطوة في الكتابة وبين مشكلة الخط السيء ومن هاي الأسباب مشكلة ضعف النظر فبعض الطلاب يعانوا من ضعف نظر وبيحتاجوا إلى تركيز أكثر عند نقل ما هو مكتوب لذلك يجب إجراء الفحص الطبي للتأكد من سلامة النظر وبحال كان هناك مشكلة في النظر يجب علينا الإسراء لعمل نظارة طبية فوراً دون تأجيل وتاني مشكلة من المشاكل المشتركة بين البطوة في الكتابة والخط السيء هي مشكلة ضعف العضلات فبعض الطلاب بيشعروا بالتعب والإرهاق عند الكتابة وبيحتاجوا فترات راحة قصيرة خلال فترة الكتابة ولحال هاي المشكلة لازم نجري بعض التمرينات مثل استخدام مقص صغير غير حاد وإتاحة الفرصة للطفل لقص الورق وأيضاً تشكيل السلصال وتركيب وتجميع الأشياء ولازم كمان ما ننسى العامل النفسي إنه نقف جنب الطفل ونشجعه على تحسين الكتابة وما نعتبر هاي المشكلة مشكلة في شخصيته لا لازم إحنا نشجعه حتى نقدر يتخلص من هاي المشكلة تدريجياً